بطرف دوري الجمهورية اتنين صفر احرز اهداف النادي الاهلي خالد يحيى ومحمد ايمن زي ما احنا شايفين دي اهداف اللقاء ده الهدف الاول عن طريق اللاعب خالد يحيى والهدف التاني من كاميراك للجزاء عن طريق هداف الدوري محمد ايمن تشكيل النادي الاهلي ابتدى اللقاء رجب احمد رجب ده احرس المرمى في الدفاع محمد حمدي محمد عماد عمر حجاج سيف تامر في خط الوسط سيف كريم عمر عبد الرحيم عبد العيس خالد علي سامح محمد ايمن وفي الوجوم خالد يحيى ما شاء الله فريق 2009 ايضا فريق من الفرق المميزة عندنا في النادي الاهلي عندنا سيف كريم ده لعيب حكاية في وسط الملعب لعيب من اللعبة يعني ان شاء الله يكونوا ليه مستقبل كبير في النادي الاهلي ده ملخص المباراة المباراة انتهت بفوز النادي الاهلي اتنين واحد كانت مباراة قوية جدا وزي انا بقول لحضراتكم يعني قدر يحسم النادي الاهلي الفوز دي ركلة الجزاء دي النادي الاهلي ركلة الجزاء صحيحة وهيسددها المتخصص محمد ايمن هداف بطولة الجمهورية واحد ايضا محمد ايمن من اللعبين مميزين مع سيف كريم وزي ما احنا شفنا هنا بحطها بمنتهى القوة والدقة والتركيز بنبارك ايضا يعني لالفين وتلاتة والفين وخمسة والفين وتسعة ونتمنى ان شاء الله يعني استمرار الفوز وتصدر كل المسابقات نروح لفاصل وبعد الفاصل يسين عاطف ومحمد عبد الفتاح تاحة لعبة فريق الفين وسبعة بعد الفاصل شكرا